هذا وقد أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتعمل بجهد كبير لتخفيف الدين الخارجية ليصل إلى 153 مليار دولار بانخفاض قدرة بـ 14.2 مليار دولار موضحا أن الحكومة تتعهد باستمرار المسار النزولية لمعدلات الدين الداخلي والخارجي شغالين بجهد كبير جدا على السيطرة على الدين وتخفيد الدين أعتقد الأرقام اللي وظهرت والبنك المركزي أعلنها أن الدين الخارجي لمصر كان في ديسمبر 168 النهاردة بقى 153 وشوية يعني الحقيقة نزول كبير جدا أكتر من 14.2 مليار دولار في 5 شهور الاحتياطي بتاعنا اللي زاد بصورة كبيرة جدا الأهم اللي ما نطلق عليه صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في الخارج ده كان ناقص 27 مليار بالسالب يعني معنى كده أن البنوك المصرية كانت في وقت ما من فترة كانت بالناقص النهاردة الحمد لله بفاقد أكتر من 10 مليار دولار ده جهد كبير جدا اتعامل في ضبط المنظومة اللي موجودة في الدولة